حتى الآن في غوطة نرى صور الناس يتدورون جوعا حتى الموت في المناطق المحاصرة برأيك ما الذي سيحصل هناك رأينا ذلك من قبل في المناطق أخرى تحاصر حتى يموت أهلها جوعا بما فيهم الأطفال ومن ثم يجبرون على مغادرة منازلهم ومناطقهم لأن المتطرفين الشيعة سيأخذون أراضيهم هل هذا هو الحل الذي سنراه في الغوطة؟ هل سيفعل أحد شيئا عن الجرائم التي ترتكب هناك؟ على حد معرفتي الغوطة الشرقية تعتبر الخطر الوحيد المتبقي لدماشق لكن بالذات للنظام أعتقد أن النظام يعتقد أنه بالإمكان احتواء إدلب لأن الأتراك والروس ديهم ما يبدو أنه اتفاق في الشمال الغربي ولكن الغوطة تشكل منصة للإنطلاق إلى دماغشق سواء لهجمات إرهابية أو تفجيرات كبيرة أو هجمات بلهون وغيرها بعيدا عن العاطفة فإن هذا هو السبب وراء استمرار النظام بحصارها لأنه يراها تشكل ذلك الخطر ومن ثم أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع الدولي غير مهتم أبدا بسوريا متى كانت المرة الأخيرة التي سمعنا فيها باسم رغوطة الشرقية على محطة تلفاز أمريكية أو بريطانية أو في أي من الصحف لم يصل ذلك لأنه لم يعد هناك من يهتم بذلك هذا هو الواقع المخزي بسبب ذلك فإنه بإمكان الحصار أن يستمر حتى يستسلم السكان المحليون ويقبلوا بالتفاوض ومما نعلمه من مناطق أخرى في سوريا أن الكتائب المسلحة لا تستطيع أن تقاتل حتى الموت إذا قال المدنيون أنهم اكتفوا مما جرى فإن ذلك التفاوض يبدأ من أجل المصالحة كما يدعوها الروس وهو ما يعني الاستسلام والإخلاء